تمثل بحيرة حمرين الخزينة الاستراتيجية للمياه في محافظة ديالا بنسبة 90% هي اليوم أحدث ضحايا موجة الجفاف التي تضرب العراق ما ينذر بأزمة جفاف كبيرة قد تلحق أضرارا فاضحة بسبول عيش المزارعين والصيادين في المنطقة فلأول مرة منذ أربعين عاما توشك البحيرة على الاختفاء الذي يقابله تجاهل حكومي وعدم توفير البدائل المناسبة كالآبهار الجوفية لتعويض المزارعين عن هذا النقص والله ماكو أي بديل استاذ العزيز بس البديل الوحيد السحالين الآبار والآبار ما جاء تنجح لنا نجاح ضعيف يمنى حفر بير 80 متر وفشل عنده خطيهم خسار مطارات وغطاس وبواري تقريبا حوالي 5-4 ملايين خسار وما استفاد هاي على حساب الشخصي ثم ترتباط بين ندرة المياه في البحيرة وانخفاض خزين الآبار الجوفية مما يحرم المزارع من البدائل التي توفر له المياه ما يكبده خسائر فابحة نتيجة عطش الحيوانات والزرع وموت الكثير منها عندي زرع واني العام زرعت جفت واني من الناس خسرت 6 مليون بسبب المياه وهالسنة هاي ما زرعت مي ماكو جفاف المشروع يابس والانهور يابسة وين تطبع تشك وين تزرع البيار عندنا جفة تفدنب والله العظيم هاي عدنا بير بالبيت جف جف قطاس هذا موال ما يميش والبير هاي للعلم البير 50 متر 50 متر وجف يتهم مزارعون الحكومة بالتقصير والإهمال في دعم القطاع الزراعي الذي كان يعتبر في وقت سابق ضمن أهم موارد ومصادر الدخل للعراقيين الحكومة الحالية التي تتعمد عدم توفير البدائل للمزارعين وعدم مساعدتهم تفتح في المقابل الأبواب للتجار لاستيراد المحاصيل والخضروات والفواكه بأسعار أغلى من أسعار ما ينتجه المزارع العراقي شبح العطش والجفاف الذي يهدد السكان والأراضي الزراعية في محافظة ديالة يفرض على الحكومة الحالية سرعة التحرك واعتماد تجارب حديثة في أنظمة الري وتبطين الجداول والأنهر لتقليل الهدر إضافة إلى السعي لتنسيق أكبر مع دول الجوار لتثبيت الحصة المائية للمحافظة حافظة اشتركوا في القناة